في السؤال يقول أبونا المحبوب الغالي متشكل خالص على الزوء كده أرجو من قسك شرح وسيط اكرم أباك وأمك بالتوضيح لأن أولادي لا يهتمون أو حتى اتصلوا مع أني عملت كل حاجة حلوة وكل واحد فيهم ربنا نبارك حياته لكن للأسف بعد عفاية زوجتي بقيت وحيد ولا حد يسأل عني وحجتهم أني أسيب بيتي وعيش معهم طبعا هو كويس أن هم بيضغطوا عليك عشان تقعد معهم ودي حاجة كويسة يعني لكن الأفضل طبعا أنك تبقى قاعد في بيتك ما تسيبوهش والمفروض ولادك يحترم حرية حوليك الشخصية أنك أنت البيت اللي تربيت فيه واللي فيه ذكريات طويلة مع مراتك ومعهم كمان ما تسيبوهش في الآخر الزمان عشان بيئت لوحدك هم مفروض يسألوا عليك ويشقروا عليك ويجبوا الزروك ويجبوا لك حاجات أكل وحاجات ويعزموك عندهم وكل شوية والتانية ويتصلوا بيك بالتليفون يتطمينوا عليك ده الصح لكن فيه عيال غريبة الشكل ولا كأنهم فاكرين لأبوهم حاجة حلوة ولا كأن أبوهم عايش وحيد ووحد ومحتاج لحنانهم والحبهم واهتمامهم يا ابن انت وهو الكتاب بقول اكرم أباك وأمك لو ما قادرتش تكرمه من مالك اكرمه بالسؤال عنه اكرمه بالنفتهتان به نفسيا وروحيا ومعنويا احتياجات النفسية دي مهمة جدا بس سيبوش بابا وحيد كده أولادي اسمعوا كلمة حولها لك وحطوها حلقة في ودنك ولمؤاخذة يعني المسيح عن مجد آله قعدة قل بالكيل الذي به تكيلون يكلكم زي ما بتعملوا فابوكوا هتعمل فيكم كله سلف ودين على رأيي المسيح البادي تحقيق للآية دي كله سلف ودين كما تريدون أن يفعل الناس بكم وفعلوا هكذا أنتم أيضا بهم زي ما كونوا عايزين ولكوا يحترموكوا ويسألوا عليكم لما تكبروا زي أبوك كده يعملوا كده مع أبوكوا اسألوا عليه وشقروا عليه وروحوا زروه ويحزموا عندكم وعظماتكم للشواء والتانية وخرجوه معاكم في الفسح وفرحوا قلبه لكن يا إما يجي يقعب معاكم ويقيم معاكم ويبقى تحت رحمة مرات أي حد فيكم أو أي زوج يعني يا إما تعطعوه عيب يا أولادي ما يصحش يا أولادي خافوا ربنا يا أولادي الزمن مش مضمون الزمن مش مضمون الزمن ملوش أمان الزمن غدار ربنا بيسيبش أبدا كلمة بيخ ما يسيبهاشي خلي بالكم أنا نفسي كل الأبناء يهتموا بأهلهم وبالذات لما يكبروا في السن ده الوقت الأب والأم فيهم محتاجين لولادهم والحنان ولادهم والسؤال ولادهم عليهم قال لأ إمال إيه ما فيش عشرة أنت ولاد حلال خافوا ربنا يا أولادي في تصرفاتكم وعملوا معروف مش بالطرق يتضغطوا على بابا عشان يقش معاكم طب هو مش عايز يقش معاكم يعني هو حر يا أخواننا ما سيبيه يعيش يكمل حياته في الشقة اللي عايش فيها طول عمره معاكم مع أمكم راجل عايش بذكريات حلوة ليه تعيشوك كغريب ما هيبقى ضيف عند أي حد فيكم ليه يعيش كضيف ما يعيش فيك إنه صاحب مكان ما هو كانه موجود ليه تسايبهوله يعني مش قادر رفهم أنا يا أولادي كلمة بقولها لكم خافوا الله في تصرفكم مع أبوكم بقولها لكم تاني خافوا الله في تصرفكم مع أبوكم اسمعوا كلامي اهتموا بيه اسقالوا عليه بالتليفون اعزموا عندكم عاشة على غدا على أي حالة أما تجدوا تطلعوا فصحة خدوه معاكم في الفصحة هتطلعوا مصف خدوه معاكم في المصف وهكذا يعني يعزموا عليه هو أو لا يبقى ديه حاجة صح كل شوية تانية تاخدوله حاجة تاخدوله علبة جاتو تاخدوله علبة شوكولاتة تاخدوله أكلة ببخوله طبخة كده وتودهاله في البيت يعني اهتمام يا أخوانا اهتمام اكرم أباك وأمك لكي تطلع أيام حياتك على الأرض حياتك الحلوة السعيدة طويلة على الأرض متبقاش حياة كلها مشاكل وتعب وتعاسى بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم افتكروها الآية دي كويس أوي 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 اوعى تنسوها اللي بتعملوه فابونكو هتعمل فيكم من ولادكم سقوا من هذا الكلام مش كلامي أنا ده كلام الرب يسوع بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم خاف الله يا حبائي يا أولادي خاف الله فابوكو واهتموا بي وسألوا عنه وشألوا عليه وروحوا زروه واخدوه معاكو حاجات حلوة وإما تخرجوا يفسح خدوه معاكو يتفسح معاكو أحيانا يعني مش جاله كل مرة طبعا وربنا معاكو وتقبلوا هذا الكلام وتقبلوا هذه النصيحة مش من أجل أبوكو بقى لا ده من أجل نفسكو عشان اللي بتعملوه ده حيتعمل فيكو بزيادة بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم وزياد ربنا معاكو ويهدي سركم ويجعلكو سبب بركة وسبب سلام وسبب فرحة لأبوكو ما أنتو السبب ألم ليه ربنا ينجح طريقكو أولادي ويبارك في أولادكو وبيتكو